طيب أعود إلى دكتور أبشناس دكتور أبشناس ذكاء الساسة الإيرانيين الذي تحدث عنه دكتور حسن هنا في الأستوديو هل سيجعل إيران تذهب إلى رد مباشر آخر على إسرائيل أم أنها ستذهب للردود عن طريق كلائها في المنطقة يعني سونيا دعينيا ضعها في هذا السياح إذا كان الأمر تسبب بأضرار أساسية في إيران وكان كما تقوم إسرائيل كانت الرواية الإسرائيلية صحيحة تأكد أنه سوف يكون هناك رد إيراني ولكن إذا كانت الرواية الإيرانية صحيحة لن يكون هناك لا أتصور أنه يحتاج حتى الرد حسب ما علمه أن إيران كانت قد جهزت ما يصل إلى الألف وخمسمائة صاروخ باليستي لإطلاقها على إسرائيل بمجرد أن تقوم إيران إسرائيل باستهداف أي منشآت في داخل الإيراني ولكن وكانت هناك الأوامر قد صدرت وكانت جميع جاهزون لإطلاق هذه الصواريخ وحتى البعض مصرون على إطلاق هذه الصواريخ ولكن ما حصل كان في مستوى لم يحتاج الإيراني أن يطلق هذه الصواريخ يعني وإذا كانت هناك رواية إسرائيلية أنا أؤكد مرة ثانية الإسرائيليون لديهم العديد من العملاء داخل إيران العملاء الذين يعملون لصلاحهم بصفة إعلاميين لوسائل إعلام معارضة لربما كانوا قد خرجوا علينا ببعض الصور والأفلام يعني عندما نتحدث عن استهداف مصنع مثلا لتصنيع الصواريخ هذا لن يؤدي إلى مثلا تفجير يعادل المفرقعة هذا مصنع صواريخ مثلا سوف يؤدي إلى تفجير كبير أو منصات صواريخ أو غيرها يعني هذه ليست أمور يمكن إخفاءها من قبل الإيراني أو حتى الإسرائيلي يعني الإسرائيلي عندما حاول إخفاء المعلومات رأينا صور وأفلام تخرج عن الهجوم الإيراني على إسرائيل مع العلم بأن إسرائيل لديها نظام عسكري يحكم الإعلاميين هناك ولا يسمح للإعلاميين بالخروج على معلومات يعني نظام صارم جدا في هذا الصياح ولكن في إيران ليس هكذا موضوع يعني إيران هناك نوع من السطيع يعني لا أجد التعبير المناسب الفلتان في هذا الموضوع يعني لو حصل هكذا أمر لرأينا مئات الأفلام والصور تخرج على وسائل الإعلام في هذا الشأن لم نرى ذلك على الأقل لحد الآن ونحن نتكلم في طهران يعني لم يكن هناك يعني عندما يتكلمون عن هكذا هجوم على الأقل كنا سمعنا أصواته أصوات التفجيرات نحن في طهران لم نسمع شيء أنا اتصلت بأقربائي في خزستان أيضا هناك في محافظة خزستان في المدن المختلفة لم يسمعوا بشيء لم يروا شيء في هذا الشأن لم نرى أي صور وأفلام من محافظة إيلام يعني حتى الإصابات كانت طفيفة لدرجة أن لا أحد سمع بها وهذا الموضوع أنا لا أتصور حتى يحتاج للإيراني أن يفكر بالرد على هكذا موضوع لربما تكون أدالة سخرية إذا ما قامت إيران بأعتبار هذا الهجوم الإسرائيلي هجوم يحتاج الرد ترجمة نانسي قنقر